من الواضح أن شهية أردوغان لم تشبع من الأموال التي نهبها هو ووزرائه تحت مسمى الاتفاقية الثنائية مع حكومة الصخيرات حيث كان أخيرها الاتفاقية المواقعة بينما يسمى بوزير تخطيط الصخيرات الطاهر الجهيمي ووزيرة التجارة بحكومة أردوغان روهاصار بكجان حيث أثرت هذه الاتفاقية سخرية رواد التواصل الاجتماعي متهمين السراج بعدم قدرته على التخطيط لإدارة ليبيا من الداخل متسائلين كيف سيخطط لها من الخارج وعلق آخرون على ما نشرته وكالة الأناظول التركية حول هذه التفاهمات أنها ستمهد الطريق لاستكمال ما وصفته بالمفاوضات بين الشركات التركية ونظراتها الليبية بأنها استكمال للانحناء والانبطاح للأتراك المفسدين وأكد رواد السوشيال ميديا أن هذه التفاهمات تمهد الطريق لمزيد من أعمال الفساد والنهب لثروات ليبيا والتي تصيدر عليها تركيا بتسهيلات من حكومة الصخيرات وفي المقابل تجتمع عصابة حكومة الصخيرات تحت مسمى مكافحة الفساد التي كانت آخرها بين وزير داخلية الصخيرات ورجل تركيا في ليبيا فتح بشاغة مع كبيرهم الذي علمهم الفساد الصديق الكبير المسهل الأكبر والمشرع لعملية النهب التي طالت الأموال الليبية في مصر في ليبيا المركزي في الداخل والخارج وكانت وزيرة التجارة التركية قد وقعت هذه التفاهمات مع طاهر الجهيمي في العاصمة التركية أنقرة زاعمة أن التفاهمات مع الصخيرات تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة مشيرة إلى أن بعض المشاريع والمقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها وذلك في إشارة إلى أن تركيا ترغب في مزيد من الأموال ولسان حالها يقول لحكومة الصخيرات ادفعوا لنا ثمن حمايتنا لكم علي الفايدي ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر